قال الأمين العام لجماعة دول العربية السيد أحمد أبو الغيط إن ما تقوم به إسرائيل ضد سكان قطاع غزة ومسعيها لإفراغه من سكانه منذ أكثر من عام يعني أن دول الصديقة لسلطة الاحتلال مشاركة عمليا فيما ترتكبه إسرائيل من جرائم جاء ذلك في كلمة الأمين العام للجماعة أمام المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة الإسبانية هذو أشار أبو الغيط إلى أن العجزة الدولي جعل قوة الاحتلال الإسرائيلي تتوسع في حربها الإقليمية ليشهد العالم مأساة في غزة ومأساة جديدة يعيشها الشعب اللبناني